اشتركوا في القناة وسباق الخيل هذا اليوم السباق الحادي عشر لهذا الموسم والذي اقيم على كأس هيئة رعاية شؤون الخيل كما اقيم السباق ايضا على كأس شركة الحواج وكأس مؤسسة اليام للنشر وكأس شركة اسكون وكأس مؤسسة اهل الخيل وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخيرة كما حضر السباق عدد من اصحاب السمو وممثلية الجهات الرعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وتم تتويج الفائزين بكأس السباق حيث تسلم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة كأس شركة الحواج للشوط السادس من السيد عبدالوهاب الحواج مدير عام شركة الحواج الذي قام بتقديم كأس الحواج للشوط الثاني الى المالك الفائز عبدالله فوز ناسا فيما قام سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل بتقديم كأس الشوط السابع الى عبدالله وسلطان بن شريم فيما قدم سيد يوسف العيسى الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية شؤون الخيل كأس الشوط الثامن الى سمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمانة الخليفة فيما قدم سيد خالد محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة أسكن كأس الشوط الثالث الى المضمر الفائز حيدر إبراهيم ثم قدم سيد نجيب يعقوب الحمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأيام للنشر كأس الشوط الرابع الى الفائز الفارس جيرلد موس فيما قامت سيدة هدى الخالدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أهل الخيل بتقديم كأس الشوط الخامس الى اسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمانة الخليفة بجانب تقديم جائزة الى المضمر والفائز الى المضمر والفائز الفائزين بالمركز الأول في الشوط الخامس هذا وقد اجتمل السباق على ثمانية أشوط موسيقى موسيقى